السلام عليكم و كيف حالكم . هل سي؟ يومي اليوم يا سيدي يومي كما العادة والعبادة هل سي العشاء حدًا قد تكم فيه أحد الأمر بإزالية و أخبركم الهدائي لي جيت من العمر المكديا سيناولي الهريسة البنينه من المكان و السلي الدنيا الضرير الحضر لها ح错ًا بها معه وهو جيدة جدا للمعه شكرا لكم سيناولي بالسطن والبي والريحة ما شاء الله الريحة عمت الدار خطر بالحق له ريسة متاحة ياسر بنينة والزرير زادة وعندها الدراع اليومة دياري محلية عملته هكا وحدها تختم فيه مرية كمزيينة في دويرتها وتعمل فيه خدمة ياسر ياسر مزيينة تبقى توابلة تبقى البسيسة تبقى كل شي وتبركلة توليت مشهورة وتوصل حتى للخارج القضية متاحة جوست لهنا حبيت نوريكم الزرير اللونه مزيين هكا ظهر من المنظر ومن القويمة متاعه خطرين لهنا مزلت سايمة الحقيقة في شقا فترا بعد باش نسحر بيه وانبعد ان شاء الله ان شاء الله جوست حبيت نوريكم وبرمه بنين 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 ان شاء الله رب يوفقها وان شاء الله رب يرزقها ايمين يا رب العالمين ايا سيدي كيريت الحقيقة الدراع طول مشافي مخي البوزة البوزة بالدراع قلت خلنا ملها متاعه نسق بلك الزمنية متاع العادة والسنة هي وصحية حمانية نجم تقول فيها شوية كا نقول له عليه شاني مش نعملها الطريقة اذي نسق بل يعملوها كاني عملتها فمتوا معنية من غير ما تقولولي عد حتيتها في الماء وطيبتها وكاولي لاي هذي طريقة سبيسيال بالفاكية تتعمل باللوز وجلجلين وكل طريقة مزيينة بصراحة واني نحبها بعد كيف تطيب تو تكتشف وحدك وحدك تقول ايه فم حاجة اخرى مش كما الصحلب العادي احنا نقولولو الصحلب ساعات في فتور الصباح اذي بوزة جي جيريا جي عاقدة كما تحب انت القوام اللي انت تحبو اعملو اول حاجة تاخذ ترايف ماء وتلمها كترايف الدروعة ذي كالعجينة مش نعملوهم توا كويرات صغيرونات ونحطوهم يشيحو اذي اول حاجة ناس قبل يحطوهم يشيحو ومبعد يدقوهم بالمهريس راه ومبعد يحطو لها حليب ولا ماء واحد من الاثنين اين يوم شو نستعمل ماء وجيتني تشره تشره بالماء زادا مرة عملتها معاكم اقبل بالحليب وبالحليب جي قوية شوية صراحة وبالمية جي كخفيفة المهم اللي هنا حتيتهم كوية لاتك من هكا فسحن وحتيتهم كاكف الفقلوجاق يشيحو على رويحهم يشيحو معانيا متخافش منهم معانيا شيحو برا تبدأ كل القشرة الفقانية تبدأ شيحها شوية المهم بعد حتك روينا فوق القاز تسخط اذي اول حاجة نجع من قورة يتريقة زمنية قديمة يعملوها ناس قبل هكا هاو بوزة هكا يعملوها بيه هكا كفكرة زادا للسهرية نعملو نمدو حويجاك نيكلوها ودبارة في نفس الوقت نعتيك بزادة بارت للعشين بعد ميلا اشي طيب طيب حاجة عادية بسيطة بسيطة جدا خيطي للا الهني جلجلين مشيت رحيتو وعندي ترايفلوزة درحيتها معاها معانيا مش تاكل كي تاكل كالبوزة اه تبوزها كشوية وتقدم فنشا كي مشان فراف صهرية كاملة وتتسرع ضمني ثلاث حاجات مش تصير لك بعد ما تاكلهم يا ربي وتركوا تدخل في الغيبوبة من بعد بإذن الله عادي معانيا انا شجع فيكم ريتا شجع فيكم بحاجاتك من بنا ومنفع المهم حسينو بعد ما حذرتك اللوز وك الجلجلين حتي تكروينها عالقاسكم قاعدين تشوفو فيها تسخن يعني يطلع منها البخار ومش تغلي تبق بق تسخن عيحطها تواعلوجة ومديتك الكعبورات اللي شيحوا بتاع الدروع شيحوا شوية ونحطوهم في الهكيكة يعملوها ما نعرفش عليش وما تسألونيش عليش شنو البنة البنة ممكن من بعد كيف تتيب وتحذر تحس بحاجة اخرى هكا هو معانيا هما يعملوني عملتا فقط معانيا اما ممكن فيها فيها سر بربي كان فين فما معانا معانيا متابعة معانيا تفمكة في السر هكا تحكيننا على الحكاية والخراف عليش نعملو الحاجة هذي اما والله يبنينا الحقيق دي نحن شنو نعملو في حاجات زمنية قديمة نذكروا بها جدودنا كيفش كانوا يعملو وقال لك المالي تعملو تلوحو زيدا لوحوه هذيكا انا عملت بالتفصيل عندي سحبت امي ربي فضلها قاتلي اعمل هكا وهكا وهكا دي جاني عملتها قبل الفيديو قديم في اليوتيوب البوهمو عملتها كما قلت لكم زيدا بالحليب السكر حسب الرغبة اني شوفتوني ما عملتش كمية كبيرة معانيا عامل حكاية حكارة زوز صحافي نقولوا وحنا كهو مني ما كفرتش تاخذ المكسير ما عنديكش مكسير تعملهم في المهريس تدقهم بالمهريس معانيا ترفسهم مليحة مليحة وزيدلهم الماء عينك ميزينك في الماء قيتها جيت كرزينة اكا زيدلها شوية ماء دي ما تحطوا شوية ماء اقل خيرة بعد ما رحيتهم اكل كعبورات مع الماء والسكر عاوت نحيت وحطيت الفاكية نقولوا ثلاثة اربع مغارف معانيا عبيها بالفاكية بيها بش زيد تتسيب القوة متاحها وزيد ترحيهم اكل الفاكية مع الدرع وتمدن بعض الكروينة متاعك والطيب عادي فما حاجة هكا محليها بالفاكية كمخلطة يعيني وسلام واللي بشي يبنن هذا الكل هو العطرشية عطرشية ما حتيتش عطرشية ما تعملش اخويا ابنينة بالعطرشية لا تقولي لازهر لما وارد حاجة اخرى تولي تتقلبك البوزة وهذه تولي نوكتها على سلة سلة الدنيا ما تنسيوشهم بعد كيت حطوهم في اسحافي نزينوهم باك الفاكية اللي احنا هرسناها وهروشناها من اللور الجلجلين واللوس بهي هكا هاي قريب للة العين تحذر ونزينوه وعملت بق 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 اللي هني عندك حرية الاختيار البوزة راي جي جيرية ما جيش عاقدة كيف الكريمة هني ترفك العطرشية عالريحة اللي بنا فيها عالسل بالحق ويزم القويمة بتاع البوزة يكون جيري معروفة هي يا راهو جيري بهي انتي وشنو تحبتك لها بالمغرفة خليها تعقات وكا هوا معنا صبيتهم زينتهم باللوز وجلجلين وكا هوا نستنى مبعض هذي الحقيقة في السهرية نعمل معهم الكيسين ونحضر اطباق متاعي فيه الوحلوة ذي كديمة هكاكا ونوريكم فيه اخر اخر شنو هو اخر الفيديو اطباق كامل معنا مزين معي اشراعيكم عجبكم كدبارة مرسي نقول مرة اخرى للعولة المكدية اللي ودتني بدروها عدياري بنين بنين فجأة حقه هوني حطيت تلفزة تيفي نلقى روحي في التلفزة شفتوني واني في التلفزة الاربع ومصب بداية الحلقة متاعي واني متفرج على روحي كاكا وجيه مبندر فكالتلفزة وزرق بنوها وكالجو شنقوا للأخذ رزر ويودي معليني يا ربي سيدي معليني ولاي فرحانا الحقيقة بتاعنا بياكا تبعوني على تلفزة تيفي الاربع ونص الحقيقة هي بديت من عرش اني بديت من الاربع حالتها التلفزة باش اني نلقو تروحي معني وقتش نبدأ او كاكا تبعوني غاديك بعد ما تفرجت على الحلقة ايه سيدي مشيت نطيف اللعشي ايش باش تطيب يا صندسين يا رسور ويا سين يبنوتي يا ربي عملي نجو وكي يقولنا شون تايبو تحب البتاتة المقلية باش نقليلها بتاتة مقلية اليوم وفي بلاس البريك نعملو مصلي الجيج باش نعملو زيت اسلاطا منو بسيت وخفيف ومحلي هكي يصغيرون هكي والله حتيت البتاتة حتيت التماطم حتيت البصل حتيت الفلفل مع كل جيج ونبعد يا للا باش نعملو سوس ميزيينة هكي باش تشوفوها ديما نحط معني المكونات في الصحفة وسيه اللعشية اليوم أخطب شي تحت في الكوشة الشربة لبيني وبينكم بيت كي ما ايدرت ونسيها عادي ماني تشي الشربة كله بيت ناكلوه وكي أحلى حاجة البو ما تنسوش الثوم زيته في المصلية الثوم كسنتين ثلاثة سنينات نحطوهم باش نزيد نحط له قارس عسرة قارس وزيدوا ترنشيات لقارس باش نحطهم فوق الجيش يما لا سمردوني بالحق وقت اتوليكم بنا 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 جربوها واذكروني بيه هي نبدن بعد السحفة ونوريكم عادي قصيته هنا زيت السنينات الثوم ساعتنا رميهم كي كراه كل مرة وإحنا حيرينك في دبارة هني معاكم الحقيقة ديما كيف يكيفكم زيدا نحل في رجيدين شوف شا عندي شون طيب وليوما يا صندس شو مش نعملو يا صندس هني نفكر لكثير ليا الحقيقة ليا وليكم يعني ريت محلق نيراني والله بالحق نبدن نفكر في دبارة مزيينة طاولة مزيينة على قدها يعني وبيش تفرحوا بيهنتو وما زيدا ويتعاونكم في دبارة العشاء وديما نقولو أنا اللي عنا يززينا طاولة مزيينة بابسط الأشي نعملوها نقدوها فهمتو شنوها معنية لمرأة تكون ثكية بتريف ساعات ما تنبرك نقصوها ما شوية بسالو نزيونوها بالملح والفلفل حال شوية زيت زيتونها تولي سلاطة بنينة وتزين زيت الطاولة هريسة حمرة مثلا تزيدها شوية كاتون والفوق شوية زيت زيتونها وتحطها على الطاولة برقشها الطاولة بابسط الأشي ومحليها بقدرة ربي اللي تبدأ عندها القانعة اللي عندها راضية باللي عاتي هولها ربي في رجيدينها يبدأ معي بالخير خاتر ديما عينها مليينة وديما راضية وربي شوية ديما رزقهم آمين يا رب العالمين آيح استعملنا عاد الهريسة الهريسة اللي بيها الفيدة قلت خليني استعملها اليوم في المسلم وزيت زيدة معها شوية فلفل أحمر وكركم وكما شفتوا فلفل أكحل وملح ميلا نحبها حارة الحقيقة متعربي وزيت الزيتونة وحط المي سخون فك السحفة ونسقي بها كل المسلم مبنوا محله جاي شرة أسهل حاجة الحقيقة هو المسلم ديما في التطيب كان بالحم وإلا بالجيج حسنا أي حاجة تحطها كف الكوشة سهل المهم زيل كان القارس مش نزيد نحط له قارس ونزيد نقصه دوائر هكيا ونحبه يبدأ مزيين فوق الجيج ويتيب ويتحمر فوق وزيد وديما هذي حاجة اختيارية اللي ما يحب بش ما يحطش أكيد مش نحطه على متين درجة مش نحطه الطابق الوسطاني ونخليه يتيب معناها على نار متين درجة في خطر الجيج مفيش يروح فيسعة كي مش نقصص هذي كبتا وتشيح فيسعة فيسعة ويتيب فيسعة معناها شنو أخر مزيلت لي إسلاتة بش نعم إسلاتة باتاتا وسفنيريا كي ما قلت لكم سمتها وسمتها عظيمة زيدة بش نزيين بها إسلاتة بتاعي إن شاء الله غضوة كان حينا عربي ولا بعد غضوة كان منعرش وقتاش لأخي قلو بسلاتة مشوية بسلاتة بتاعي هذي مشوية وفيت عكاوة ضربناها جمعتين وعلي ناكله تخلنا في الجمعة الثانية ريتا ليم تجري يا ربي يا ربي الجمعة الثانية في رمضان معناها هاتشيلوا ليم تجري بالحق والله بيرح بركة وحنا رمضان كريم عيا شاء الله كل عام وطمحين بخير عناها شوف ليم وليم وليم وقلوا عيدكم مبروك سبحان الله عم حقتيت فلفل حقا فلفل وكالقارس منظروا بركة يشاهي مزينا حسيلوا كدبارة معناها كان حبيت وعشيكم اليوم موصل بي وشنو وإخراك هو وذي هو نهايري لحقيقة كما شفتوه مصباح من لي جيني الكوليم تاع العول المكدية ركحت وموري جيتني فكرة زيدة سبحان الله معنا يا واحد يبدأ حير شو مش يعمل للسهرية وإلى للعشاء جيتني لهريسة جيني الدروع قلت يا برا هيا نقص دوربي ونطعيبو وكهو بي إن شاء الله يا ربي انتو مزيدة عندكم ادبارتكم وإن شاء الله كل مرة ما تحيرش معنا في ادبارة وكهو حسيلوا هاني ليه ديما برتاجي بعد ما نكمل كما تعرفوا نصور يعني المشكلة متاعي في حاجة بركة يعني نصور ونطيب زوز يتعبوني شوية لحقيقة ربي مستمتع مستمتع شفتوني اللي هنا بعدك البطاتا وسفنيري شعطيت لها حتيت بسل ومعد نوس وتعو باش نفوحها ملح في الفلكحل وشنو وإخر وعندي لعبيدية زيدة شفتو لعبيدية بنتها بنتها وبعد نفوحها هيكية بشوية زيت زيتونا ميلا كان حبيته حقاته نذكة هو اللي نسيته اليوم نسيته نحب نتن في وسط السلطة برشا وقول نقص حاجة نقص حاجة ما ديت زيتون لك حل زي انت وعملت لها العظام ونسيت لا غالب بحدي نسأل لا غالب بش نعم بالوعات المهم أكملنا كل شي حذرنا بطبيعة نصور صحيح ما إني وبنتي مبعضنا وبنتي أكثر حاجة تعرفها لها ما تحب التصوير تكره التصوير ساعات يديها يظهروا كهو شوية شوية معنا كهو والواحد دي ترجع كل واحد شنو يحب المهم كملت الهن سهي بعد نكمل نزينها ونحطوها على الطاولة نحطو شربتنا وكهو كملت كل شي قريب يوفره الفيديو والله نحب دي ما نطل عليكم هكا وماذا بيا في سلة يميت هكا زيدة ما لحيقة في سلة تلموا في دارنا وننسى ساعات التصوير شوية ناخد راحة معنا بش تجيكم راحة في العيد نبعد عليكم شوية ان شاء الله ديما مبعضنا والله ثم عائلتي ثانية اللي نقول بالحق عائلتي ثانية خاتلوا لينا عشرة مبعضنا وهيكم تتفرجوا فيها زيدة وتتبعوا فيها في الباجيت تتبعوا فيها في باجة كوكو ديكو فقد بيكم في تهليقاتكم تمزيينة وتبعثوا لي عن خاص محليكم الناس الكل تشجوا فيها فرحة كبيرة 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 بالحق تشجوا فيها كإني معناها حد من عائلتكم تفرحين لي زيدة كابتين وكعب بجيوني لحقيقة ما كل مسلسلين احنا اقولوا طلعوا طلعوا شوية لحقيقة متعربي اما لحقيقة قلت بهي خلي طيروا علينا العين كل شي بلولو الحمدول لبلوك خديم مولو مورو مريق لا الحمدول لوحد جاي يضحكوا دعم الجو إني مرأة الحقيقة عايشة حياتي بكل بساطة ما يهمني حد شي الحقيقة يهمني كان إني نقدم حاجة باية نقدم في فيديو يكون مفيد أهم حاجة يكون مفيد نعاون بتبارة لا أتباه بالأكل جملة برشا ناس يحسبوني نتباه إني ما نتباهيش إني صفحة مختصة كما دي من عاودها ونقولها للطبخ فقط كأفكار وكهو جوي بي معنى كعبة البطاطا ذيكا باش نقصها ساعة جيكم الفازة هذية تقص في البطاطا وكعبة برج قد شنو باش يمشي هيكي كايبالا قصوا وغاديكا ونقليوه وشيخت عليها سالورتي خطر تحب البطاطا المقلية موت عليها وصغر كل بريس كيحبوا البطاطا المقلية ولي اللخيقة كيف هكا وكملنا نقلينا البطاطا ما بقى كيمش ازاي طاولتنا ونحطوك المسلي فوق الطاولة والشربة كيف كيف نسخنها ديما الشربة متاهي كيف في البيت حاجة بركة نعملها نزيد لها فلفل برلعبيت هيكا أنا دي تعلمتها من عندهم يعني ها ديما تقص الفلفل برلعبيت في وسط الشربة ووه تبدن على بناء كمل يا سندس عاد نحطوك البريد حتيتوك البريد يتيب تاي أحمر يني وكل شي مريق في العنبر كملنا سي ببقى كويس تاي في اللخر باش نحطوه نزيده حتى أولا زيدة في السالة وكهو هذيك المرقب بتاعنا سي تابط الشربة اللي هني لذين قال الله هو أكبر حتينا الشربة متاعنا ما شاء الله خير تبرك يني بنسبة يني طاولتي عام لبنكيف صحة شربتكم لحني نقول لكم شي طيبة زيدة لديس الكل شي طيبة للجميع وإن شاء الله سيبكم مقبول وسيبكم في الجنة يا ربي شنو آخر كهوعد صحابي مبقى كمشني نذوق كل بوزة المزيينة والزرير وكل كستي بالبندق والدنيا والكل وبالنعني علي من الجرد متاعي عاوي خطر ايني زرعته كي تزرع حاجة بداية تبدأ ببند ومحلي هسيلو نخليكم مه قلكم شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم اسعد ليم يا احلى نيس على قلبي نسى نتعليقكم على الفيديو متاع اليوم ورايكم اكيد يهمني ديما باي باي